نفى مصدر مسؤول ما زعمته تقارير إعلامية بشأن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين في لادلفيا وأكد المصدر أن الأنباء التي أثيرت في هذا الشأن عارية من الصحة هذا ويوصل معبر رفاح البري فتح أبوابها أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حيث تم اليوم إدخال 120 شاحنة مساعدات إلى أهالي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني ووكالة أونروا وأوضح المصدر أن أربع شاحنات تحمل كمية من السولار و116 شاحنة تحمل كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه